اشتركوا في القناة اكد رئيس مجلس النواب أن دعم جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية يمثل دافعا كبيرا لتحقيق المزيد من العمل والإنجاز الوطني والدفع بعجلة التنمية والتطور والمضي قدما في تبني المبادرات التنموية وتوظيف كافة الإمكانات لتلبية تطلعات المواطنيين وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية مشيرا مع لي أن المجلس النيابي المستمر بكل تفان وإخلاص للعمل من أجل تعظيم الإنجاز والوقوف مع مصلحة الوطن والمواطنين على الرغم من كل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تواجهها دول المنطقة والبلاد ومواكدا على قيام المجلس بدوره ومسؤولياته هذا أعرب مع لي رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على التعاون المثمر والفاعل في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين وأوضح أن المرحلة الدقيقة التي تشهدها البلاد محليا وأقليميا تستوجب من الجميع التعاون والتكاتفة وضرورة العمل الوطني المشرك لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة التي تصب في مصلحة مستقبل الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر